بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله نبي الأمين أما بعد أحباب ندرسوا معا حرف الزاي الزاي في بداية الكلمة هكذا أو أخيرا متصل وهنا في وسطها أو نهايتها إذا كان متصل زا زرافة إذا أردنا أن نكتب حرف الزاي نبدأ من الأعلى ثم ننزل ثم نعوده إلى ونعود هكذا ونضع المقطع والآن سنقوم بقراءة هذا المقطع على زهير ومدينة مكة المكرمة وهذا أخي زي عيد نذهب إلى المسجد الحرام لنصلي ونطوف حول الكعبة ونشرب ماء زمزم أنا زهير ومدينة مكة المكرمة وهذا أخي زي عيد نذهب إلى المسجد الحرام لنصلي ونطوف حول كعبة ونشرب ماء زمزم أنا زهير ومدينتي مكة المكرمة وهذا أخي زي عيد نذهب إلى المسجد الحرام لنصلي ونطوف حول الكعبة ونشرب ماء زمزم ألاحظ أن الحرف الزي لونه أحمر أقرأوا الآن أنا سأكمل لكم هذه الكلمات حتى يكون واضحة جدا زهير زياد زمزم زهير زياد زمزم زهير زياد زمزم أرفع الصوت يا أحمد زهير زياد زمزم زهير زياد زمزم حرف الزي لونه أحمر الآن نعود ونصغر حتى نرى الكلمات كلها زمزم الزي عليها فتح ز زهير الزي عليها ضم ز زياد الزي عليها تحتها كسر ز زمزم الزي عليها فتح ز زهير الزي عليها ضم ز زياد الزي عليها تحتها كسر ز زمزم الزي عليها فتح ز زهير الزي عليها ضم ز زياد الزي تحتها كسر ز لا نخرج لساننا في الزي أميزة بين الصوت القصير والصوت الطويل الصوت قصير حركة زاجو زي طويل حركتين زازوزي 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 الآن تلاحظوا كتابة عرف الزاي كما قلنا نمشي مع السهم هكذا 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 ونضع النقطة أحاكي زهير أحاكي زهيرا في استخدام آدات المهي لا لا تكتب على الجدار لا تلعب بالنار لا تتشاجر مع زميلك لا تلعب بالنار هنا هنا لا تلعب بالنار هنا السورة الأولى أقول له لا تلعب بالنار الثالية لا تتشاجر مع زميلك أحمد لا تلعب بالنار لا تتشاجر مع زميلك لا تلعب بالنار لا تتشاجر مع زميلك تشاجر لا تتشاجر lik invers 6 لا تتشاجر 보 لا تتشاجر في استعمال الماء لا تلعب في بركة الماء لا تسرف في استعمال الماء لا تلعب في بركة الماء لا تسرف في استخدام الماء المعلم يشرح ترشيد استهلاك الماء طبعا أهمية الماء هو يساوي الحياة تطرط الماء تساوي حياة الماء خلق منه كل شيء الله عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي يجب علينا أن نحافظ على الماء ونرشد استهلاكه لا نفتح الصنبور ونتركه ونمشي أو نكسر في الاستعمال وهناك برنامج وطني للحفاظ على الماء في المملكة العربية السعودية أرسم دائرة حول الحرف زي وأكتبه هنا زرافة زهرة حجام زيت مد جرافة جهرة حجام زيت زرافة زرافة حجام زيت زيت الزيت 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 أكتبه أن يكون واضحة للفرسان أرتب الكلمات الآتية لأكون جملة مفيدة مازن مدينة زارة جدة هل تستطيع أن ترتبها يا أحمد؟ زارة مازن مدينة جدة هذه جملة فعلية وممكن أن نرتبها بالطريقة الأخرى ونقول مازن زارة مدينة جدة تبقى جملة اسمية إذا بدأت بفعل تكون جملة فعلية وإذا بدأت بفعل تكون جملة فعلية وإذا بدأت باسم تكون جملة اسمية هنا بدأنا بفعل نلاحظ الحركات حتى يتعود الأبطال على الحركات مازين مدينة مهم جدا مدينة الأطفال يتعودون على الحركات جدة شدة واتحة جدة تارة مازن مدينة جدة وما يملأ علي الآن هنا نشاط إسرائيل الرسامة الصغيرة كما نرى في الصورة الرسامة الصغيرة رسمت رزانو لوحة جميلة فيها مزرعة كبيرة إذا وقفنا على التاء المربوطة تنطقها وأشجار خضراء كسيفة وزهور ملونة وبحيرة زرقاء يسبح فيها البط والأيوزدو والألبط والأيوزدو والإي أكثر الهمزة والأيوزدو ثاني يسبح فيها البط والأيوزدو لقد شارقت رزانو في معرض المدرسة وفازت بأجمل لوحة الرسامة الصغيرة رسمت رزانو لوحة جميلة فيها مزرعة كبيرة وأشجار خضراء كسيفة وزهور ملونة وبحيرة جرقاء يسبح فيها البط والأيوزدو فقد شارقت رزانو في معرض المدرسة وفازت بأجمل لوحة الرسامة الصغيرة رسمت رزانو لوحة جميلة فيها مزرعة كبيرة وأشجار خضراء كسيفة وزهور ملونة وبحيرة زرقاء يسبح فيها البط والأيوزدو رزانو في معرض المدرسة وفازت بأجمل لوحة حواية تتحدث عنها تقول أنا أحب الرسم أنا أحب السباحة أنا أحب الرياضة وهكذا نقول قناة عينة بالحرف الزاي لا تنسوا من الدعاء واللايق والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا